بعد موجة المظاهرات والاحتجاجات التي عمت مدن الجنوب العراقي بدأ بعدها موسم الاعتصام في البصرة كانت أولى المظاهرات والاعتصامات ولأنها تحافظ دوما على ترتيبها كانت فيها أولى عمليات فض الاعتصام ولأن الاعتصام على ما يبدو يثير قلقا لدى السياسيين فقد تم تصفية خيمة اعتصام السماوة في محافظة المثنى لكن هذه المرة بأسلوب مبتكرة اعتصموا ضد الفساد والسرقة فسرقت خيمتهم صدق أو لا تصدق فهذا يحدث في العراق محافظ المثنى المستقيل ابراهيم الميالي كان قد أشار في استقالته إلى عدم قدرته على العمل في ظل وجود الشريك المعرقل وهذا الشريك هو المتهم الأول من قبل المعتصمين بسرقة محتوياته خيم الاعتصام ولا يمكن سرقت خيمة الاعتصام أمام مجمع الحكومة عليها فتح تقيق عاجل مع الجهات المسؤولة عن هذه الحماية بالإضافة إلى متابعة الشكوى المقدمة من قبل الناشطين لحين معرفة من قام بهذه السرقة المعتصمون أهددوا باستمرار اعتصامهم وطالبوا باستقالة مجلس المحافظة أسوة بمحافظها وإسناد مهمة لشخص من خارج منظومة الأحزاب التي كانت تمارس السلطة في المحافظة نطالب بحل مجلس محافظة مثل ما قال المحافظ احترم نفسه واحترم الشارع العراقي البطالة والفقر ونقص الخدمات هذا ما يعانيه المواطن في المثنى وغيرها من محافظات العراق ولو أن كل مسؤول كان على قدر مسؤوليته لما سرقت خيمة المعتصمين